اشتركوا في القناة اذا ما وصل الناس الى ارض المحشر ازداد الهم والكرب والغم خاصة عندما يقف قياما طويلا والشمس تدن من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم الا كمقدار ميل وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يجمع يوم القيامة الاولين والاخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة رواه البخاري ومسلم ويقول الله تعالى وهنا يقول لنا الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا اي وجمعناهم الاولين منهم والاخرين فلم نترك منهم احدا لا صغيرا ولا كبيرا كما قال قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم فهل يا عبدالله تصورت هذا المشهد حرارة تذيب الحديد والحجارة فوق الرؤوس ولك ان تتصور البشرية كلها منذ ان خلق الله ادم تحشر في مكان واحد على ارض واحدة ليس للانسان الا اشبار يضع فيها قدميه زحام يخنق الانفاس بل يكاد الخلق ان يهلك من حرارة انفاسهم ومن هذا الزحام الشديد ومع ذلك تعل الشمس الرؤوس وتكاد ان تصهر الجلود وفي هذا المشهد وفي هذا الموقف الرهيب يزداد الهم والقرب باتيان جهنم والعياذ بالله ويؤتى بجهنم للناس في ارض المحشر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله يؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونه فاذا اقبلت جهنم واحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله جل وعلا فاذا رأت الامم جهنم في ارض المحشر جثت جميع الامم على الركب من الذل والخوف والرعب فقال تعالى وَطَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةِ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون بل ويخرج من جهنم عنق أسود مظلم يتكلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح فقال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت اليوم بثلاثة وكلت بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين أي الذين كانوا ينحتون ليضاهوا برسومهم خلق الله جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وفي هذا المشهد في الزحام الرهيب وفي الحر الشديد وفي هذا التدافع ينادي الحق جل جلاله وسط هذا الموقف الذي يشيب منه الولدان ومن هول هذا الموقف لا يتكلم أحد إلا الأنبياء ودعوة الأنبياء يومها اللهم سلم سلم وتذهل الأم عن رضيعها وينسى الوالد ولده وينسى الولد والده وتنسى الأم الرحيمة ولدها بل وينشغل الإبن عن أمه قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فالكل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء كما سنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى لا يتكلم إلا الأنبياء ويقولون يومها اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وهناك صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس ولا يحزنون عندما يحزن الناس أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم فيقول تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا لهم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقال في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم في هذه اللحظات ينادي الحق جل جلاله على مجموعة من الخلق في أرض المحشر أن يتقدموا لماذا يا ترى؟ ليظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله والأصناف التي يظلها الله بظل عرشه يظلهم الملك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله لا أشجار ولا أنهار ولا بيوت ولا يستطيع الإنسان أن يأوى إلى أي ظل والشمس فوق الرؤوس وينادي الحق تبارك وتعالى على هؤلاء السعداء وبعدها يذهب الناس إلى الأنبياء حتى يشفعون لهم ولكن يقولون لهم نفسي نفسي فيذهبون لحبيبنا ورسولنا ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأتوني في أرض المحشر فيأتوني يوم أن قال كل رسول نفسي ويوم أن قال كل نبي نفسي يقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني ويقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء وأنت رسول الله خلقك الله عز وجل وفضلك على جميع الأنبياء فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأقوم وأقول نعم أنا لها أنا لها فآتي تحت عرش الرحمن وأخر ساجدا لله جل وعلا فيفتح الله علي بمحامد ويلهمني من الثناء ما لم يفتح به على أحد قبلي فينادي عليه الحق جل وعلا ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيقول الحبيب يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فيقول الله تعالى قد شفعتك يا محمد ارجع فإني آتيكم لأقضي بينكم وصدق الله جل وعلا إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا ربي لقد وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك وهذه هي أعظم شفاعات المصطفى صلى الله عليه وسلم فيشفع الحبيب لجميع الخلق في أرض المحشر ليقضي الله جل وعلا بين خلقه وعباده هذا والله تعالى أعلى وأعلم